أخيرا وليد الريقراغي يخرج عن صمت ديالو وقال علش وقفوه ربعادي يلا ما عتشات تخرجات من فمه بقوا معايا غادي تصدموا فاش غادي تعرفوا علش وقفوه شنو السبب علش وقفوه غتين شاء الله غادي للعبوه مع منتخب بفانا بفانا جنوب إفريقيا المنتخب الوحيد اللي غلب المغريب من مورا كأس العالم لعبنا مع جميع الفيراق ربحنا كل شيء من البريزيل ديالنيمار ربحناهم والمدريب ديالو مخرج في واحد الندوة صحفية كيستفز وكيخرج عينيه في المغريب وفي المنتخب المغريب وقال ان هادي ععب جواني سبورق ربحونه وان غتغ يعود ويربحونه وليد الرقريق يرد على هادرة اليالو تييغن قوليكم ماشغال؟ بعد التقليلات المدربة لا أعلم إذا كان صحيح لأنني لا أعلم إذا كان صحيح ولكن إذا كان صحيح لا يوجد أي شيء وزيد على أن الماتش دي الغدام ماتش عادي جنوب إفريقيا هي واحد دولة معادية للسياسة ديالنا المغربية وليد الرقراغي غدام لاعب شغير كورا وليد الرقراغي ووليداتي غداء لكتافهم حمل كبر من ديال الرياضة حانت هاد الدولة بالتبط كتعادل وحدة الترابية المغربية وكتعترف بذلك الكيان ديال بوليزاريو هاي سمعتها مزيع هادي مشي المرة اللولة اللي جنوب إفريقيا كتمشي في هاد في هاد الطريق هذا من ألفين وخمسة وجنوب إفريقيا كتحاول أنها تتخذ هاد المواقف هاد المواقف جنوب إفريقيا كتجي كتعبر على عجز ما كتعبرش على قوة لأن جنوب إفريقيا في ألفين وخمسة لما اعترفت بالكيان الوهمية وتعاملات مع هاد الميليشية المسلحة كانت تقدم بأن الميليفة تغير بأن إفريقيا ستتبعها بأن العالم ستتبعها ماذا نوقع من ألفين وخمسة؟ عشرين دولار سحبت الاعترف منها عشرة في إفريقيا وزيد على هاده هما من المنافسين المباشرين من المغرب اقتصاديين حال صناعة السيارات حانت كانوا في المرتبة الأولى في القارة الصمراء وجاء المغرب ووحيدة لهم ما تسرطات لهم وغادين وكان ضوبلوهم بزاف دي الميادين وكان عندنا معهم صوابق في ألفين وعشرة فاش كنا بغين نجروا الكوب دي موند عندنا وخداوها لنا ولكن دازت الأيام وحنا راجعين في ألفين وثلاثين يعني المقابلة دي الغداء فبزاف دي الجواني برياضية سياسية اقتصادية إلى آخرين خاصنا الربحوهم من الأخر مصر مشاو والكونغو وبقاو دي الأمبنبا هادك اللاعب اللي بسبابه كانت توقفه وليد الرقراقي وفشاف ناط عليه السعرة والماتش بدك يكبر قال فوحد صريح انه يلاه دووزة عطلة ديالو فمراكش مع مراتو وبنتو مرحبا بك أخويا في بلادنا حنا معدنا ضد تكتشي حاجة غير ما تهاجمش لنا الرقراقي مصر التقسات ضد الكونغو تونسوا الجزائر بجيين باش راجعين جوش فراقي اللي بقاو المغريب وموريطانيا وعاو تانيتك التغط اللي كان علينا في المونديال ديال الفرقة العربية الوحيدة اللي غددت نفس على اللقب هي المغريب وكنتمنى وخير أخوطنا الموريطانيين ولكن الرقراقي قال اننا ما كان لعبوش تحت الراية ديال العرب كان لعبو تحت الراية وحده هي ديال المغريب قال ابتل عبارة معناش ديك الدرابور نقول احنا لعبنا على العراب ولا على احنا لعبنا على المغرب حال ديماليك نقول وانا انا في افريكا نقول شاقبل وقال ان مصر التقساور ابقوا فينا ولكن رفرح نحت الكونغو ومصر بالتبط هم اللي كانوا منوضين ديك الزوبة عمازتين وناحيف لول ديال ديال العقعان وفي الجوال يدرق راجعتنا الرأي دياله على الاقصاء ديال الماسر حسينا به انه سكت راسه وكان غيقول شي زبلة كبيرة ويفراني ويشد راسه ويقول انا ما سوقيش في ماسر وصعف هاد الفرقة ديالجانوب افريقيه اللي غاللعبو ضدتغدال عندهم سبعات ديال اللاعبن ياللعبو فنفس الفرقة ديال مامي لودي سانداونز وقال انا وليد الرجراقي هذا هو أكبر افانتاج وكبر انتياز اللي عندهم حدو كل العابة مانساجمين موالفين كل عابو هم عندهم لازوتو ماتيزم عكس المنتخب ديالنا كل العابين جايبينو ولكن وليد الرجراقي موالف كيواجه مامي لودي سانداوس ما مرعمة جوج متلاتهم عليداد البيضاوي وواسلقهم مرة ما يجوش ما تلعته و esos لهم و assassination يعني فهمليهم كيفاش يفكروا وليد الرجرية جىو بطريقة مباشرة ناخب الواطع ريديالجانوب أفريقيا وقال ان هذا المغرب الي هتلعبون معه غضل ماشى هو المغرب اللي لعبته معه في جوانسبور 0061668 Hernandezric 500 كلهم هادي مبريوس plastic هناك فرقة أخرى التي ستتواجهون للتفضل في سن بيرر لم يكن هناك كل نحن المكان لقد أحاول أن نريع الى مكان لم يكن هناك نحن المشاكل لدينا بعض الآلية التي لا تتعاملون هناك مكان أخرى هذا لا يعني أنه قد قاموا بها لكنه يعني أنه سيكون فيه لأكام أخرى جميعا والدرقرق قبل ندوى الصحافية اللي دار والدرقراغي جاء هو اللاعب محمد شيب و شعرهم أنهم يموتوا بالتحق قبل ندواء الصحافية يقشبوا بين مطلعين أو الرجاجين يقول لي دي بلاغوا وقالسين يضحكوا الأجواء كانت مارحة كيبال أنه مكيش التغط نهائيا عليهم وعلى ذكر محمد الشيبي واحد الصحافي غادي سولو وغادي طرح عليه سؤال بالفرنسي ومحمد الشيبي غادي جاوب بالدريجة برافو ميستر الشيبي الشيبي كيشون سي اعوو ودلال دو سكي الوكوتش يريد كيف تقولين جاوب بالدريجة في الناس نرى اننا دعبا ندور مجموعات الان تركيز كله على المقابلة اللي جايدة لغدا ان شاء الله واحد كان بغى ينوضع وتاني ديك البوليميك على الشيبي اللي كانت رعتلي مع الشحات اللاعب دو مايصر وقال ليه الشحات ماجا شو انت جيتي وداب انت داعي وبجوجكم في المحكامة قال ليه ما كان دخولش في دكش موهم كان شوفوهم انهم كونسانتري على المعطش ومعليهم شو تغد والد الريقراغي دكر ان كل شي يحاولوا يخرج المغرب على الاتار الكوراوي اللي داخل فيه يحاولوا يخرجوهم اللي باد بوس يحاولوا يخرجوهم لأي باد بوس يحاولوا يخرجوهم التبلبيل وقال انهم حصولنا مقاو مركزين والشي كامل اللي تدار رمغ예 قطرش فيه aنا ومعنا بحاجة إلى المعرفة للمعرفة القرصة ومعنا بها ومعنا بمعرفة ومعرفة الوقت بأننا نحن مجردين على 14 أحيان وليس لدينا أيها الأوقات ومعنا جميلة ضدنا ومعنا جميلة ومعنا بحاجة المترجم وقال لك من الأول أعطاً معنا بإطلاع ووقفوا المدرب ونحن نريد أن نقوم بالإطلاع ونقول لكم السبب وما أعطاً لكم وقال لك وليس نختاروا التوقيت وليس نحن نتحكم فيها وزيد عليه هذا باتريس موتسيبي واش عارفين شكونا هو هو الرئيس دي اللاكاف هو الرئيس للاتحاد الأفريقي لكرة القادم هو الرأس المدبر هو أمفانتينو دي القارة الصمراء والذي يقول لها زيدي زيدي رجعي رجعي هو الذي عنده أهم إمضاء وأهم سينياتور في الكرة الأفريقية وهذا باتريس موتسيبي الذين يقولون أنهم مع المغرب ودروينة كاملة عارفين أصلهم منين ولا لا أيه من جنوب إفراقيا مع البفانة بفانة قد لعب أفرقته ضدنا يعني ذلك الحضرة كاملة دي للكولة سحيدة والله يجازيكم بخير رمكيناش السؤال الحض اللاعب الموهوب دي لنا سوفيان بوفال قال أن لاكان دياله المصابقة سالات بسبب البلايستور كنت منا وليش الشفاء العاجي ما غنشوفوش الفنان ديالنا اللي يبايد اللعاب واللي يبايد اللعاب واللي يبايد في الكوتيغوش غدا ما كان حاكم زياج قال أنه ينشك كبير أنه يلعب أو لا يلعب في الماتش ديال الزامبيات تضرب في الشوفي دياله يعني يقدر ما يدخلش وهنا يا فين كجيل أهمية ديال الطاقم الطيب ديال المنتخب ديالنا مهم من دوك الناس هما اللي مكين يسوش بالليل باش يوجدوا ويهيق ويحافظوا على جميع اللاعبين ديال المنتخب ديالنا هذو كم جنود الخافاء اللي تاومك الترفع اليوم القباة نوصير مزراوي قال أنه جاهز يقدر يدخل في اللول كيف ما يقدر يدخل في الوسط وقال كانت هذه هي الخطة دياله يدوزوا لفاص دياله بل نوصير مزراوي من بعد يدخل نوصير مزراوي وقال أن محمد الشيبي ويحيى عطية الله قدعو الغارات وفي الاخر وليد الرقراقى إعلن لماذا الاتحاد الأفريقي يوقفه كلنا يسحابلين على ودة الراسيز ما على ودة العنصرية ذي نبيانبا قال العنصرية الاتحاد الكونغو على العنصرية ووليد الرقراقى قال من داع نقطة نظام وخاصني واضح لب inadequate Accdio قالوا أن الاتحاد الأفريقي يوقفه لسلم من نبقهم في الدى الجميع سلم ولك السلسلي وليه يلامت حك Sa'لينا فعيني يامني نسلم عليك ما تشوفش ليه حتار مني وقال ما عندكش الحق تشد ليه فيديه هو يشكر لجنة الاستئناف ديال الاتحاد الافريقي وقال انهم تفهموا بي انهم يمكنش يوقفوا مدري بربعاد يلا ما تشاتوا غارامة مالياح نتسلم على لعاب وبقى شد ليه فيديه تخيلوا معا بش النسي عرفوا بوكو 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 نصوى 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 لكن اللّه لا كانت لديهم كم قلالتاك بالسلوانه وايكرا ما سوف نمتعل examineنا نظررنا ملتك نظرنا ملتك ننشاء لا تستطيع يشارك فالصف الغتال كانت جديد نتمنى أن أما المنتخب نتمنى أن أما الفائنا كانت أطلق بالفن من يترمى من نجد الرابع تشغل التشغل لتتركيّات و الكأس اللي كانت سننا من 1976 ولداتنا يعودوا يخرجوا الشعب ديالنا و الملك ديالنا للشاريع و نفرحوا جميع بإذن الله